يقوم أهلا بكم Have a desire to يعني لديه رغبة أن Have health benefits Have long-term illness Have nothing to do Have an impact Realize يعني يدرك Realize Repair Respect High school Return Review Section السلام عليكم Conduct a survey Do a project Go on a tour Have health problems Have the honor Have a successful future السلام عليكم أهلا بكم Today with So So معلها لذلك It links To sentences بتربط من قملتين The second sentence Is a result To the first Sentence الجملة التانية بتبقى نتيجة للجملة الأولى For example على سبيل المثال She عشان ما أطولش عليكم بس She Is Kind هي طيبة أو عطوفة دي جملة جملة فاعل فاعل مكمل She is Kind هي طيبة So لذلك She Helps مثلا Poor Poor People Poor People لذلك هي بتساعد الناس الفقير الجملة التانية دي نتيجة للجملة الأولى دي So شكرا لكم أهلا بكم Today was Stay خلا نكتبها بشكل تاني Sorry Stay Put To remain Somewhere Without Moving Stay put يعني يقف مكانه بدون أي ما يتحركش Without moving لهو يتحرك or Being moved أو ما تخليش حد يحركها She told her son مثلا واحدة واخد ابنها المول أو واخدها في مكان She told her son To To stay Put يعني يفضل مكانه وما يتحركش Stay put To remain يبقى يظل Somewhere Without moving It is better To be a lion For a day Than a sheep All your life Be brave Take risks Nothing can substitute Experience سلام عليكم أهلا بكم النهاردة ناخد الفرق بين كلمتين يتنفس ونفس يتنفس معناها breathe breathe شوفوا النوت Breathe Breathe لكن نفس Breath Breath يبقى Breathe Breathe Breath شكرا تحياتي لكم بخير كلمتين نعم خسد قل Tsouسسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسغ surprisingly let's eat out أو let's eat at a restaurant ده معنها exactly the same let's eat out تعالا رحنا أكل في مطعم يبقى eat out means to eat at a restaurant for example على سبيل المثال I don't feel like cooking today مش حبة أبوخ اليوم let's eat out تعالا قل في مطعم بالتوفيق للجميع شكرا لنستمتع الكبتور أنا ميكانيكي أنا ميكانيكي I fix cars بصلح السيارات أنا ميكانيكي أنا ميكانيكي I fix cars شكرا بالتوفيق الجميع freak freak يعني شخص غريب الأطوار شخص غريب المنظر أو مخلوق غريب freak for example you you are you're freak you're freak you know that you know that يعني أتعرف هذا يعني أتعرف إنك شخص غريب freak you're freak you know that you're freak you know that بالتوفيق geek geek يعني شخص محووس بشيء for example على سبيل المثال هو شخص محووس بالمسرح الموسيقي هو شخص محووس بالمسرح الموسيقي مجرم مجرم The criminal commits a crime السلام عليكم أهلا بكم Optimism Optimism لو التفاعل is the one quality Optimism is the one quality more associated or associated 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 with success 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 نجاح and happiness success than any other is the one is the one quality more associated with success and happiness than any other about التفاؤل هو التفاؤل هو الميزة الأكثر اغتباطا بالنجاح والسعادة من أي شيء آخر Optimism Optimism is the one quality more associated with success and happiness than any other التفاؤل هو الميزة الأكثر ارتباطا بالنجاح والسعادة من أي شيء آخر حق Optimism Success Associated Quality Happiness Any Other شكرا و دفيد كونستانت يعني فوري في الحال اميدياتي أو اميديات الاجتكتف كونستانت ترغم الترجمة الفورية كونستانت تحليل فوري هموفون هم 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 نساعدة نساعدة هم لها هجاء مختلفة هم و هم مختلفة مетров لها معاني مختلفة لكن نحن نفس النطق هناك كلمات كثيرة جدا حروفها مختلفة ومعناها مختلف لكن نطقها بيبقى نفس النطق كلمة مثل كلمة ثقب أو قرء أو فتحة وكلمة ثقب ومعناها كامل مثلا مثلا ثقب او فتح اخر في قميصي. لكن مثلا هو مثلا I read the whole book in one day. مثلا in one day. ريت الكتاب كله. دخول بوك يعني ريت الكتاب كله. السلام عليكم اهلا بكم. سنيك لحلع يعني يتسلل. سنيك لحلع يعني يتسلل. معناها يعني يعني يغادر خلصة ومكر. بمكر يعني to leave furtively and stealthily to leave furtively. furtively يعني بمكر بخديعة and stealthily يعني خلصة. شكرا جزيلا. في النهاية كالعادة بتمنى تكونوا فهمتوا اللي ما شرحتوا. اذا عجبكم الحساب لا تنشروه. السلام عليكم. اشتركوا في القناة.